أهلا بكم مجموعة مدارس هارفست أسسناها في 2016 كانت الفيرست أكاديميك يير بتاعتها اتأسست في مدينة من المدن الجديدة مدينة برج العرب كان الغرض الأول من تأسسها نحن نوفر لطلابنا بيئة صحية وبيئة هيلثية علشان يقدر يتعلموا فيها كان الهدف في المكان ده نحن نوفر لهم الملاعب ونوفر لهم المساحات اللي هي ما بقتش موجودة في أغلب الأماكن دلوقتي فأخذنا القرارة أن احنا نطلع لمدن جديدة نطلع لمساحة كبيرة نعمل مباني وفصول وملاعب توفر لهم بيئة تعليمية تساعدهم في التعليم تساعدهم في الاستيعاب تساعدهم في التحصيل والحمد لله نجحنا دي ثالث سنة لنا نجحنا أن احنا نوفر البيئة دي للولاد Harvest International School اتأسست أول أكاديميك يوليها كانت سنة 2016 أسسها المانس حسن خليل عجمي التشيرمان كانت الرؤية بتاعته والهدف بتاعه في المساء و هو بيختار اللوكيشن ده إزاي يوفر البيئة التعليمية الصحية اللي تساعد الطلاب على الاستيعاب وتخلي التعليم بالنسبة لهم ممتع المدرسة بمساحتها أربعة فدان National, British, American فيها ثلاث أقسام اهتمنا فيها أن احنا يبقى عندنا عدد كافي من الملاعب يبقى فيها حمام سباحة اهتمنا بالأنشطة الرياضية بشدة بجانب الجزء التعليمي الجزء التعليمي فيه استخدمنا فيه أكتر الوسائل التكنولوجية اللي موجودة الـ Smart Boards في الفصول الـ Active Panel في بعض المراحل بنستخدم الـ E-Learning في أغلب الدراسات بتاعتنا هدفنا في المدرسة أن هي تبقى حلم كل طالب أنه هو يجي يدخل في هارفست وحلم كل معلم أنه هو يجي يشتغل في هارفست اهتمنا جدا في المدرسة في هارفست بالمعلمين اهتمنا بالـ Training بتاعهم أنه هم ياخدوا Training في كل أو Certificate الجهات التعليمية اللي تخليهم يتطوروا والكلام ده إحنا بنقدمه لأي معلم موجود عندنا علشان ده في الآخر بيرجع في مصلحة الطالب اللي موجود وفي نفس الوقت بتخلي كل الـ Teachers اللي عندنا أو المعلمين يقدروا أنه هم معاهم Certificate دي فبتشجعهم أكتر أنه هم يطوروا من نفسهم وكل ده في الآخر بيبقى عائد بالنسبة لي بيرجع لي تاني على الطالب وعلى ولي الأمر ينار النهاردة هيكون مين لي عن Positive Parenting سواء as a parent أو لا أمور أو إذا إحنا teachers في مدرسة أو في أي institution تعليمية ومانجمنت كمان وما فيش منع خالص من مشاركة الـ Students especially في الـ High Grades إذا ده طبعا متاح معاكو الدكتورة فاتن شاهين أنا أصلا خريجة أداف فرنسي والتاس بتاعتي أو الدكتوراه عملتها في حاكتين أول حاجة الماستر ديجري بتاعي في التربية المقارنة وـ How to raise a child وـ Linguistics in Paris وده طبعا حاجة بالفرنسي بس في الـ Language يعني بس الفرنسي عملت شغل في مدارس الـ Setup بتاع المدارس وـ Consultancy لأنه كمان تخصصي الأكتر في التربية المقارنة المقارنة ما بين المناهج وتطويرها وتصميم المناهج وطرق التدريس وبعدين حصلت على ديبلومات في التي أو تي تخصصت في تدريب المتدربين عموما الـ Self Development Career Development Special Teaching فـ Positive Parenting دلوقتي واخد مساحة ضخمة في العالم كله مش بس في مصر ومش بس في الميدل إيست لأنه طبعا تطور الأجيال طول الوقت إحنا بنشوفه كل يوم تقريبا يعني حتى لو إحنا عندنا أولاد مثلا أعمار مختلفة بتتروح مثلا الفرق بينهم 3-4 سنين بنلاقي فيه فرق كأنه فيه فرق عشر سنين بينهم فحتى تطور الأجيال بقى سريع جدا محدش يقارن طبعا يعني إحنا بحولش مثلا أنا قارن أيامي أنا دلوقتي أولادي بيتعاملوا إزاي أو في الحياة إزاي لأنه يعني فيه مقولة لسيدنا الإمام علي وأنا بحترم المقولة دي جدا مقتنع بها تماما ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم يعني إحنا ما بنربيش أولادنا على اللي إحنا الزمن اللي إحنا تربينا فيه ونشأنا فيه وتعلمنا فيه لكن كلنا متفققين أن فيه بايزيكس لازم أتيكس موجودة لازم حنتعامل بيها ولازم حنعلمها لهم ولازم يكتسبوها فأنا حبدأ الحياة السامينار بطريقة شوية مختلفة يعني بدل ما نتكلم نتكلم ونحط الأسئلة في الآخر أو في البريك أو كده لا أنا حق تزي بأن إحنا نعمل to interact مع بعض ونتناقش ويهمني يعني البيرنت الأول يقولوا لي what is their concern مثلا مع أولادهم إيه أكتر حاجة سواء على فكرة دراسيا أو سلوكيا أو اجتماعيا أو أخلاقيا وتبعا أخلاقيا لا سمح الله يعني مش قصدي حاجة بس أنا أقصد أنه في حاجة concept مثلا معين هم مش بيقدروا يتعاملوا بي وحد ديكم مثال الولاد الصغيرين اللي هو لغاية grade 2 يعني لغاية سن 6-7 سنين بنلاقي ولاد كتير عندها المشكلة دي على فكرة في أنه بيحبوا ياخدوا الحاجات من غير ما يقولوا يعني مثلا يدخلوا معاكم مثلا بوتيك أو restaurant أو whatever يعني يحبوا ياخدوا حاجات small things كده يخبواها في جيو ده attitude إحنا طبعا كلنا بنا نزعج لما بنلاقي أن الموضوع ده ممكن يحصل أو يتقرح بيت صاحب أو بيت ديتو أو whatever حاجة محطوطة هي حاجة very في الكلاز الولاد مثلا حد ياخد الجام بتاعت اللي جنبه الراجل بتاعت اللي جنبه يعني حاجة بسيطة ورقة أي note whatever يعني حتى مهما كانت الحاجة بسيطة أصدقائي كلنا أكيد بننزعج فدي حاجة إحنا بنقنسدر إن هي أوه واو حاجة أخلاقية إيه ده الولد بيسرق وبتاعته حاجات زي كده وممكن اللي مش فاهم هيكبر الموضوع أتليست صاحبه اللي قاعد جنبه أو أول كلمة حيقولها ده يروح يقول لي مامتو مثلا ده بيسرق يا مام ده كلمة ضخمة جدا 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 على الأكشن وده مش معناه إن إحنا حنسيبه يعدي في سلام لا إحنا هنقف قدامه بس how to deal with such situation أو such action فدي حاجة مهمة جدا لأنه التعامل مع الموضوع ده يأما ياخده في direction very negative ومش ممكن جدا من قدرش نرجعه منه يأما حنظبط ال action ده بالطريقة المظبوط فهو ده اللي أنا عايزين يعني نتكلم فيه إيه الconcern مثلا عند الأهالي أكيد كلكم عندكم يعني في الnew parent وفي هما اللي عندهم مثلا أولاد شكلكم كلكم صغير يعني ما حدش عنده حد كبير بس anyway اللي يعرف عن حد فخلينا كده نقول مثلا إيه مين حابب أنه هو يقول حاجة معينة أو هو بي رأيه إيه مش لازم هو بيربي إزاي ما ممكن أبقى أنا عايزة أربي بتاريها معينة أو أتعامل بتاريها معينة بس مش عارف عملها فرصة سعيدة أنه نتواصل مع إدارة المدرسة ومع حضرتك ومع ال ال لأولياء الأمور الحقيقة أنا لما اتبلغت بالندوة بتاعت النهاردة اللي بلغتني قالتلي أنه النهاردة تبقى ندوة تقريبا ندوة دينية وأنه المفروض أننا نحضر ولو في أسئلة أو في مشاركة فنوع من المشاركة من أولياء الأمور في المدرسة في عمل ثقافي لكن واضح أنه السمنار زي ما حضرتك فضلت غير كده خالص الكومنت بس الأساسية تمام بس هو الكنسين أنه يعني حتى لو في المستقبل لما يكون في إيبنت معين وأنا حتى طلبت من الأخت اللي كلمتني إن إيبقى حتى ولو بريف كويس إحنا جيين عشان نعمل إيه نبقى أولي بريبيرد إحنا جيين عشان نشارك في إيه بالزوء كويس معلش قبل ما نتكلم على الكنسينز بتاعتي أنا كبيرنت مع إبني في البيت أنا حابب أتكلم أنا كبيرنت الكنسينز بتاعتي غياب دور البيرنت في المدرسة كويس يعني إحنا قبل ما نتكلم عن دور البيرنت إزاي نحسنه في البيت هو البيرنت كبيرنت وكبرتيسيباشن هو مش موجود هنا في المدرسة وده وده كونسين خطير أعتقد أنه أولى بالمنأشة والدراسة إزاي نحنا نبني جسور تواصل ما بين البيرنت اللي في البيت وبين المانجمنت اللي موجودة في المدرسة نحن اللي اتنين نبقى نفس الابروتش عشان نطلع الجرادويت كويس أنا بالرغم من أنا يعني بس هافر عطول وبروح باجي أنا أولادي هنا في رعاية كاملة صراحة إحنا في الـ IG عندي يير ناين وعندي يير 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 فايف وكنا نقلين من السعودية أنا لدي احتكات كبيرة قوي مع التعليم هناك في المدرسة الحكومية والانترناشنال هناك طبعا قارنت كتير جدا يعني وفي الفيرست ميتنج في الترم الأولاني للبيرانس ميتنج في الترم الأولاني قلت الكومنت دوت إنه ما شاء الله قدرت المدرسة مختارة كوريكرا محلو قوي بالنسبة ليير يير فايف يعني في الماس والساينس وأنا شايفة التيمورك هنا ما شاء الله كويس في بعض لو كلمنا على السلبيات زي الدكاترا ما قاله كده فالسلبيات دي أكيد موجودة في كل مكان يعني أنا مثلا مفتقدة الكميونيكيشن الكميونيكيشن مع الإدارة ما معرفش اتواصل مع إدارة الاي جي بس عارف اتواصل مع مثلا الدكتورة زينة بلتها أول مرة مثلا ففتحالي لينك على الواتس يعني بلغتهم بأنه أنا مش موجودة على طول بس أنا بتتابع حوله تعمله يعني كوميونيكيشن معي بصفة خاصة على الأقل يعني المهم أنا بتكلم على النقطتين النقطة العلونية يعني حلوة أو المنهج اللي أنتم وقضينه الكتاب اللي أنتم مختارينه لتدريس المناهج عندكم هنا بالنسبة للأي جي لأنه فعلا بيفتح دماغ الولاد جدا لو قارنناه بقى بالناشونال فأنا لو تكلمت عن الناشونال تحديدا لأنه هو ده المناهج المصريحة قلت بترعاها وزارة تربية والتعليم فأنا مع المناهج السعودية اللي بترعاها وزارة تربية والتعليم في السعودية منهج السعودية أضعف هم جابوا مناهج جابوا مناهج خدوها ترجموها تمام ومشين زي الإمارات في المناهج بتاعتهم لكن هم بيقووا المناهج بتاعتهم بالرغم من المدرس ضعيف بس بيقووها بالأكتافي بيقووها بالأكتافيتي بيحاولوا يوجدوا أكتافيتي هتقولي لي حضرتك أنا عندي توزيع منهج الموجه جاي قابلني وجايلي في وقت محدد والوزارة كل حاجاتي عندهم موجودة وبتحصل مفاجأتي وبيحصل عندنا سيل مثلا نقعد أسبوع ما نتحركش من البيوت وبيأثر علينا والكلام ده كل لكن إن أنا أدمج أكتافيتي خاصة بتوصيل معلومات وتوصيل مادة علمية وتثبيت المادة العلمية في زهن الطالب ده متوفر وموجود وليه وقته سبيشيلي لا سبيشيلي فين بقى لا سبيشيلي فين بقى لما سأتكلم مثلا على المدرس خاصة المدرس الأهلية الخاصة اللي هي زي حضرتك مثلا هنا مدرسة خاصة فالمدرسة الخاصة دي طالب مش بيطلع فيها بدري زي مدرسة الحكومية التانية واخد بحك فبيكون عندهم وقت الزيادة في الحصة الزيادة عشان الحاجات دهيت الحاجات التانية بالنسبة للتيتشرز اللي موجودين في المدرسة يعني مثلا فيه فيه مفارقة حاصلة معرفش اسماء المدرسات صراحة أسفة لس بتابع بس مع بنتي اشتغلت ايه عملت ايه اللي عندي كده كان اسماء مش حفظها لكن بسألها مرة بقول لها مالك انتي زهقانا ليه مثلا تقولي أصل المثل اللي كانت معانا في الترم اللي فات كانت بتعملنا اكتيفتي اكتر جوه الفاصلة شوفي هم حابين الاكتيفتي جوه الفاصلة قد ايه يعني ده بيخليهم افضل ليهم يعني فطبعا ده حاجة مهمة جدا طب احنا مثلا عندنا مثلا معلمات او معلمين هنا في المدرسة فيه الشاطر قوي وفيه اللي مش شاطر شاطر يعني ايه شاطر في المادة العلمية بتاعته خلاص قادر يعشرحها كويس قوي بس هو مش قادر يوصل معلومة للطالب فأنا بالنسبة لي كواحد بقول عليه ده مش كويس فيه حاجة تانية الكميونيكيشن مع التيتشر مع الستيودنت هل هو قادر يعمل الكميونيكيشن صح مع الطلبة ولا لا هل هو قادر هل هو قادر ان هو يدخل على مثلا ادينا ايه تيونة كاملة وجينا بعد كده او انا بشرح الدرس النهار ده هل هو في الاخر عمل الكميونيكيشن متاع الدرس ده يعني انا ما خلنيش تايه ما خلنيش انا كاسيودنت تايه موجود قدامه ماشي فين بقى المايندينج ماب وفين الحاجات دي كلها فين الاستراتيجز بتاعت الدريس الصح بالنسبة للطالب بنا نستخدمها هنا ممكن يكون مدرس واحد بس عارفه عند حضرتك او اتنين او تلاتة طب انا ليه ما عملش حاجة اسمها اللي هي الزيارات الصفية اللي بيعملوها هناك زيارات الصفية من الناشنال الانترناشنال اللي هنا الهنا بحيث ان الكل يستفيد يعني المعلمين يحضروا المعلمين اه تبادل الخبراء المعلم يحضر للمعلم التاني في وقت فراغه يروح يحضر وده بتعمله جداول وبيتعامل بيها علشان يقدر وبيكتب وبيقيم المدرس ميلو هل هو غطى كل النقط اللي هو حيقولها دلوقتي ولا لا هل اهتم بالاهداف الخاصة اللي منازلها وزارة التربية والتعليم ما انا برضو عندي برضو في الكامبرج برضو عندي اهداف لكل درس انا دخل اشرحه لازم اه لازم لازم يكون عندي الهدف الاول والتاني هانا ديتهم ولا ما ديتهمش انا طلبت فعنا اكتر من مرة درجة مرة انا اصلا بدلت مع اسراء اني ااخد جينيور ثري وهي تاخد جينيور فورد لفترة اللي هو انا مجد مش قادرة اتعامل معيهم يعني جينيور ثري بقى دول كيوت جدا يعني اخرهم اه وضعي يعني خلاص ثم مسلا اخيرهم يتكلموا في مكانهم بعدين لقلتهم خلاص اسكتوا هم بيسكتوا يعني اول مرة اشوف ستيدنس كده المنظومة كلها غلط امريكان اي جي ناشنال اكبر حد يرنا ير ايت واصغر حد لسه مدخلش من بلاي سكول اه طيب اوكي انا بصي انا ححكي ححرك يعني حاجة شخصية جدا ولادي اي جي وامريكان جيت من مدرسة كبيرة في اسكندرية واناقلت هنا برج العرب طبعا انا جوزي بيشتغل هنا بس ما كانش عملنا مشكلة احنا كانت حياتنا مستقرة في اسكندرية ابني كان في مدرسة كبيرة في اسكندرية دا كان نقمة مش نعمة بجد بغير لاني كنت بحاول يعني الامريكان كانت في المدرسة اللي كان ابني فيها اي جي الامريكان كان موجة نظري ما كانش امريكان خالص وروحت مدرسة تانية كانت امريكان بس اه لقيت اكسنت احسن اه مديرة المدرسة كانت اه اه امريكية ما كانتش مصرية فيعني كان فيه شوية كالتر مختلفة بس طبعا هي برضو منظومة غلط فيه تيتشيرز فيه ستيودنس فيه بيرانس فيه حاجات كتيرة في النص اه كنت بتعامل على ان انا مدخل حد امريكان وحد اي جي ان الامريكان دول متخلفين عقليا وان ال اي جي دا ما هو كويس انتي يعني ما ماشي كويس هو ليه خليتي ولادك وللأسف للأسف الكلمة دي سيعتهم من صاحب المدرسة قالوا لي لأ انتي ولادك كده اللي في امريكا يعني فيه حاجة في المنثلة بتاعتهم انتي شوفيه لهم بقى وقعا كان بيتكلم ابنه وقال له لا لا شوف شوف يا كريم كده شوف ولادها دول مخهم فيه ايه اه دخلهم ليه امريكا امريكا ضربتوا على الناس اللي بزا والهايفا والاسترس دا تعمل عليك عام من اوليه الامور تعبتوا والله بجنب نقبني ان كان الفرست بلايس مش انا اللي ماكنتش فرق يعني مش انا يعني مفروض انا لايفرق معايا قوي انه هو لا انت كده ما طلعتش الاول السنادي انت طلعت التاني او انت طلعت كده out of order خالص مش مشكلة بالنسباني انا كنت بقوله كلمتين لا انت عملت اللي عليك معلش ربنا موفقش السنادي او انا حاسة ان انت كان مفروض يا يحيا تعمل عليك شوي هما دول كلمتين فعلا انا كنت بقوله انا كنت بتعاقب من اولي الامور انت اعملتي على فكرة يعني انا عايزة اقول لحضرتك التجربة الفعالية في المدرسة هنا اما جيت اما انا قالت اما جيت هنا انا ارتحت نفسيين جدا اولادي بجد والله فيه سلبيات او فيه سلبيات انا فاكر انا احيان باجي وبزعم المدرسة اقول لهم انا زعلانا من موقف معين حصل يعني انا مش الكلام ده مش نفاق ماشيين صح اهم وماشيين صح بس حقيقة عليهم لود وعليهم وعليهم استرس فظيع انا احيان باشفق عليهم والله احنا مجتمع عوالا صعب ان انت يتراضيين لو قلت يمين هيقولك شمال لو قلت شمال هيقولك يمين عايزين الكمال وكمال عمره ما هيكون موجود ده شيء مستحيل فهمان يا هريك يعني انا عايزة اقول لحليك ان احيانا الابتين بيبقوا مش كويسين يعني اهو انا ولادي انا شايفة ان دا ينفع امريكان وعلى فكرة انا الامريكان انا عملت له اي كيو طلع اسكع عشر درجات من تاع ال اي جي من بيطلع الاول احزائيك فهماني انا اقصد ايه يعني حتى وليه الامر لما بماشي في طريق الصح انا بقول لحليك سمعت الكلمة والله من صاحب المدرسة ايه اللي غلطة منك انت بدخلهم امريكان الامريكان ده انا عملوا كده فتحوا للناس المتخلفة وانتو باباكو بيشتغل ايه احزائيك يعني فانا يعني بسيارك انا عملت ايه انا نقلت سكني انا كن سكنة فنياني اسكندرية مستقلة حياتي اكتيبيتي تماريني كل حال قلت له غاوز مش قادرة حسن انا بدفع فلوس مع حد اذا كان صاحب المدرسة هو كده هو كده تفكيره كده طب انا حوادي ولادي فين بيجي وليه الامر يقولك لا انا ابني قالي وقالي 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 يا جماعة وانا ابني ما يجذبش لا يا حبيبي انت ابنك مش بيجذب بس هو السن ده عنده اه اه الحاجة التانية تنقصنا فعلا في البيت قبل المدرسة لغة الحوار بين الكبار والصغير دي مهمة جدا وزي ما حكي قلت اللي هو انه محدش فاضي انا بحس وبرضو دي عم تجربة انه لو خدنا رأي الولاد بتكسب كتير وبتعلميهم اكتر دي مبارح انا كان مفروض اطلع رحلة تمام الاسبوع الجاي خدت رأي الولاد الكبار شوية اللي هما جريد 5 جريد 7 لا مش هجيبهم ولا حاجة من اللي انا قلتها تمام فقالتهم طيب انا عمللكوا سيربرايز في نص ساعة عملت السيربرايز اه انا عارفة اه اه سيفن ايو حك وليت امر عندنا اهلا بيكي عملت السيربرايز قلتهم طيب انا هعملكوا سيربرايز النهاردة عملت فكرت بسرعة انه هنعمل سبرينج فيسيفال طب ايه البروجرام اللي خليه انا مش عايز اقول فان داي ومش عايز اديش بارتش ومش عايز الكلام ده طب ايه اللي اشدهم بيه عندنا شويمينج بولش مدرسة طب وينوت اني بقى بوكرة في شويمينج وينوت اني احنا نلون البيض نجيب البيض ونلون البيض سوا ونعود نفتر سوا كلنا وينوت اني احنا نرسم حنا نعمل كالرين فيسكالرين للولاد الصغيرين فما خدتش بقى رأيهم هم خلاص هم رفضوا كل الانواع الرحيلات لنا قلتها المتاحة لنا فعملنا الورقة ووزعناها مش قادرة اوصف لحضرتك انا ما وزعتش الورقة الفيدباك اللي جالي دكتور تعالي الحقي بصي الولاد الولاد هيبارو النهاردة لما دخلت الكلاسز الولاد الصغيرين بيقولولي احنا جايين بكرة احنا مش هنغيم احنا فحسيت انه كويس ان انا خدت رأيهم لانه انا كنت حفرد الرحلة وحييجوا مش هيروحوا تمام وحبتدي اتفكر طب انتم مش رحين الرحلة حتيجوا لمدرسة شون انتم كبار فقلت لهم يعني انا قلت في دماغي يا جماعة لو سيفن مش هيطلع الرحلة حييجي يوم دراسي قلت ايه النكد اللي انا في انا بشتغل بقى كده كأم بقى بجب وعايزة ايه ده ايه ده ايه ده لا ارجعي تاني ففعلا ينقصنا حاجات كتير قوي 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 يعني انا بسطة جدا من وجود حيك النهاردة لانك فتحتي مواضية انا رجع من برة من 2016 تقريبا انا ما بتش بتكلم مش لقيا حاجة جديدة اه مش لقيا يعني عارفة ان هو ايه ما انا حقول ما تدخلوش طب وهندسة ايه دي الستة دي ما شوها من هنا ادي اول حاجة اه حقول يا جماعة المذاكرة بالمعقول يعني بتوع العربي ابقلوهم من فضلكم مش عايزة وعند حدثك بردو اكتب الدرس 3 مرات لا ليه ليه يكتبوا 3 مرات ودي يعني بردو قعدت مع واحد من الامريكان هو تخصص رياضيات قال ان هو لما راح بيرنس ميتينج في امريكا لابنه ابنه كان في ربع ابتدائي المدرسة اشتكت بتاعة المات وقالت نبص الشيط مع مالش غير عشر مسائل من تقريبا 30 مسائل على قدما انا فاكرة فالراجل صعق لان هو بتاع ما روح لابنه اب ايه ده عشرة فالولد في كلمتين قال له انت ما شفتش الشيط قال له لا ازاي شفته قال له هم عشر افكار في الشيط ربع ابتدائي هم عشر افكار في الشيط بتلاتين مسألة يعني مثلا نقول المسألة تلات مرات متكررة بس بطرق اخرى لكن هي الفكرة فهو حللها العشرة اللي هما اللي هما الافكار الموجودة فالراجل بيقول ان انا تعلق وده كونسلتن ده تبع ادوانس ايد ده كونسلتن في امريكا بيقولك انا تعلمت ان انا جاي بحكي لكم الحاجات دي عشان تتعلموا لما تحطي الامتحان تمام انت معتمدة على كان فكرة ما تكررلوش الافكار بالزبط في فرق ما بين الانترناشنال هيطلع فين والناشنال هيطلع فين والامريكان هيطلع فين او ان انا اعمل رحلة للانترناشنال بس او للامريكان بس واسيب الانترناشنال اي ان كان ده في حد ذاته مش صح وصلت وصلت انا طفل انا ولد انا طفل انا طفل في الانترناشنال وشايف الولد في الانترناشنال مميز عني في حاجة على فكرة انا سمعت في مرة ان الساعات تلمت من الفصول بتاعت الانترناشنال وراحت على الانترناشنال تمام ده مش صح تمام أنا سمعت في مرة أنا سمعت في مرة أن البريك اتفصل ما بين الناشنال وما بين الانترناشنال ده مش صح بعد إذن حضرتك معلش ده مش صح على نفسية الطفل نفسه اللي قاعد في الفصل ده مش زنبه حاجة يا ستي أنا فقير أنا مش قادر أدخل أهل الانترناشنال بس لو سمحتي ما تحسسهوش أنه هو الفقر ده عيب في المجتمع أنا مش أنا معاكي في أنا فقير أنا فقير مش عيب أن أنا أدخل أبني ناشنال تمام مش عيب أن أنا أدخل أبني ناشنال بس لو سمحتي ما تحسسهوش أن الفقر ده عيب في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وأنه هو لما هيبقى مش معه فلوس تمام هيتفصل عن غيره من اللي معه فلوس هو فعلا أنه الواحد لازم حتى لو مدرس أقرأ في الطفل معاملة أنا تخصصي رياضة فأنا كل همي كتاب المات وكتاب المات ده حيقلص إزاي وإيه الأفكار وحشرح إزاي لأ أهم من كتاب المات والساينس والإنجليش الطفل ده بيتعامل إزاي بيتعامل إزاي وإحنا حتى كأمهات يعني أنا لما بشوف نفسي وبشوف بنتي لأ أنا ربيت ولادي غلط أعترف أنا ربيت ولادي اللي هو زي أنا ما تربيت الصح صح والغلط غلط الأبيض وأبيض والأسود أسود لكن بالزبط لكن لما بشوف بنتي النهاردة وبنتها عندها ثلاث سنين كانت بتقول لها مش حناكل غير بورشن واحدة أو اثنين شوكلت إحنا كنا بنقول لي أولادنا سنينك حتساوص بتاع لأ دي بتفتح النت وبتفرجها مش حنشرب بيبسي بتفرجها وعملتها لما البنتها خلعت سنتها أول سنة حتى تهلط شوية بيبسي وسبوها ما لقيوش السنة متشكرة جدا وسعيدة جدا بحضرتك وبالميتين الجميل وبدكتور زينب ومس شوكار وبكل البيرنس الموجود هنا ويا ريت يبقى فيه لقاءات تانية كثير إن شاء الله